نضم إلينا مباشرة من بغداد الدكتور سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء دكتور سعد أهلا بيك في البداية كما أقرأ أنا شخصيا هناك تناقض بين ما صرحت به حذرتك وبين تصريح البنتاجون هل بدأ الانسحاب بالفعل للمدربين الأمريكيين أو القوات الأمريكية حسب ما شئتم تسميتها أنا أبدأ بالحديث عن تصريح سبق أن أعلنه السفير الأمريكي في العراق قبل نحو أسبوعين أو أكثر سليمان وأكد فيه أن النية تتجه للبدء بخفض تدريجي لعديد القوات أو العسكرين الأمريكان الموجودين في العراق وبالتالي هناك تنسيق جرى بهذا الصدد وهناك عمليات انسحاب تدريجي مرحلي بشكل متتابع وحسب متطلبات الوضع الميداني وهذا الأمر جاء بعد أن أحرز العراق والقوات العراقية بدعم من الأصدقاء في التحالف وعلى رسم الجانب الأمريكي الانتصارات العسكرية المهمة وحرر أرضه ومدنه من سيطرة الإرهاب وبالتالي عديد المدربين والمستشارين والخبراء الذين كانوا يقدمون دعم لوجستيا لمتطلبات عمليات عسكرية لم يعد هناك ضرورة لاستمرارهم بالحجم الذي كانوا عليه لأنه بالنتيجة دعم الذي كان يقدم على شكل دعم عسكري سواء ذلك من خلال الخبرة أو المشورة التي تقدم فيما يخص العمليات العسكرية وخضاء فيما يتعلق بالغطاء الجوي للقوات التي تتقدم تحري الأرض وفيما تعلق بالتدريب اليوم هناك تحول من الدعم العسكري أو بداية تحول من الدعم العسكري إلى الدعم في شقه الأمني نحن لا نقول أن هناك توقف للدعم الدعم سوف يستمر لفترة تتطلبها إعادة بناء القدرات الأمنية العراقية بشكل كامل وإستكمال بناء هذه القدرات محل التدريب العسكري سيحل التدريب الأمني الدعم الأمني له أشكال مختلفة وبالتأكيد كمرحلة انتقالية نحن لا نزال أيضا فيما تعلق بوجود جيوب ومناطق يسيطر على هداعش في جزء الله لأن المتحدث باسم البنتاجون لشؤون القيادة الوسطى الأمريكية قبل قليل ويانو عبر مراسل الحرة قال بأن البنتاجون متفق مع الحكومة العراقية على تحويل مهمات نصا القوات الأمريكية المنتشرة على أرض العراق إلى عمليات تركز على تدريب وحدات الجيش العراقي ورفع جهوزيتها وقدرتها على محاربة الإرهاب يعني بالأساس هو ما المفروض كان أكو قوات وجنود على أرض المعركة مثل ما تم التصريح سابقا من قبل الحكومة الأمريكية ومن قبل الحكومة العراقية أصلا هم كانوا مدربين كان هناك وجود فيما يتعلق نعم كان هناك مدربون وخبراء ومستشارون يقدمون المشهورة فيما يتعلق بخوض العمليات العسكرية بالنسبة للقوات العراقية وفيما يتعلق بالدعم اللوجيسي لهذه القوات التي تتقدم على الأرض وفيما يتعلق بالغطاء الجوي وفيما يتعلق بالغطاء الجوي نعم لم نقول أن هناك قوة قتالية قلت أن هناك دعم يقدم بشكل عسكري للقوات العراقية هو قال حولنا مهمات القوات الأمريكية إلى عمليات تركز على التدريب إلا هي على ما كانت تركز قبل أليست مهمات تدريبية أيضا واستشارية؟ يعني لو سمعت كلامي بشيء من الإنصاط لفهمتي ما قلت بشكل واضح أنا أقول لك كان هناك دعم يقدم على مستوى التدريب نعم اسمحي لي حتى أوضح الفكرة هذه المقاطعة التي تؤدي إلى إضاحة شيء أنا أقول لك أن كان هناك وجود لمدربين وخبراء وداعمين لوجستيين عسكريين أمريكان يعملون في العراق قدموا فيما تعلق بالتدريب للقوات العراقية جهودا وقدموا فيما يتعلق بطبيعة وشكل والعمليات العسكرية وخوض العمليات أيضا مشورة بهذا الصدد وقدموا دعم لوجستيين للقوات العراقية التي تحرر المدن والأراضي وقدموا غطاءا جويا للقوات التي تتقدم على الأرض القوات العراقية التي تتقدم على الأرض هذه كلها تشكل أنواعا أو أصنافا من الدعم العسكري اليوم بعد أن حررت أراضي العراق وتم تحقيق النصر العسكري على الأرهاب لم يعد هناك ضرورة ومبرر لوجود هذا العدد وعلقا بهذا الشكل من الدعم لكن هناك أشكال من الدعم الأخرى متعلقة بالجانب الأمني فيما تعلق ببناء واستكمال بناء القدرة الأمنية وفيما تعلق باستكمال تدريب علقة الشرطة المحلية في المناطق المحررة وأيضا المناطق الحدودية وهذا يعني هناك ضرورة لبقاء الدعم فيه لفترة ربما مرتبطة بالعمليات في سوريا حتى الآن هناك وجود لجيوب لداعش الأرهابي في مناطق متاخمة للحدود العراقية في الجزء السوري من الأرض السورية وبالتالي هذا الأمر يستدعي طائرات للاستطلاع والمسح الجوي والرقابة الدعم على حدود لضمان عدل وطلاق عمل عدائي من هذه المناطق داخل الأرض العراقية بس لأنه وقت ضيق أعتذر على المقاطعة حبيت أسألك بخصوص الموازنة هذا الموضوع وإشكالية التصويت عليه ما تزال قائمة حتى هذه اللحظة كيف ستتعامل الحكومة العراقية مع هذه القضية فيما لو استمرت معارضة نواب الكتل الكردوسانية في مجلس النواب بخصوص الموازنة هل من الممكن أن تمرر مثلا بالأغلبية هذا الأمر مترك للبرلمان أنا لستمتحدثا باسم البرلمان الحكومة لا تملي رأيها على البرلمان البرلمان هو بالنتيجة هو من يقرر كيف تم التصويت على مشاريع القوانين ومنها قانون الموازنة دكتور سعد عندها مطالب مواجهتها للحكومة الحكومة ستجيب بدورها حتى البرلمان يتمكن من التصويت يعني بالتأكيد أي مطالب تتناقض مع مبدأ المساواة بين العراقين في كل محافظات العراق والتوزيع العادل لموارد الدخل العراقي بين هؤلاء المواطنين بالتأكيد الحكومة لن تكون قادرة على الاستجابة لها لأن هذا الأمر يخالف نص ومبدأ دستوري فيما تعلق المساواة بين العراقين وإذا حدث سوف يكون على حساب محافظات ومواطنين في محافظات أخرى وهذا في الحقيقة أمر لا يمكن أن تقدم عليه الحكومة العراقية الحلول الجزئية والتفصيلية ممكن أن نصل إليها أما مخالفة هذا المبدأ فيما تعلق بالمساواة فهو أمر غير جائز كيف تنظرون إلى مقترح التصويت على الميزانية بعد المؤتمر الدولي أو بعد انعقاد هذا المؤتمر لإعادة إعمار العراق في الكويت نحن منذ أن سلمنا مشروع الموازنة إلى البرلمان في نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي أكدنا على ضرورة أن يتم إقرار هذا المشروع بشكل سريع لأنه بالنتيجة مرتبط بكثير من أبواب الانفاق الحكومي برغم أن قانون إدارة المالية يعطي حقا للحكومة بالانفاق بنسبة واحد إلى 12 مما كان عليه انفاق في العام الماضي لكن هذا يقيد أيضا الحكومة في كثير من قضايا الانفاق لهذا نحن نؤكد على أن عملية الإقرار الموازنة كقانون يجب أن تحدث بأسرع وقت ممكن لأن هناك تماس مباشر بين حياة المواطن والقضايا الخدمية والمستوى الاقتصادي المواطن وبين وجود قانون يشرع لأبواب الانفاق الحكومي بشكل يضمن عدالة وتوزيع عدلات العراقية هناك مقترح من بعض الكتل يقول أن نصوت على هذه الميزانية بعض النواب يقولون أن نصوت على هذه الميزانية فقط ننتظر انعقاد هذا المؤتمر حتى نعرف كيف ستجينا موارد وإعمار تكفي للمحافظات المنكوبة من قبل الإرهاب بعد أن نصوت على الميزانية الحكومة قابلة على هذا المقترح؟ بطبيعة حال لا يوجد أي صلة مباشرة بين مؤتمر دعم عمار العراق وليس مؤتمر المانحين في الكويت وإقرار الموازنة هذا شيء وهذا شيء آخر وبكل الأحوال هناك دعم سوف يقدم العراق على مستوى الاستثمارات على مستوى الدعم الأوجستي وربما سوف يقدم دعم مالي لكن هذا الدعم لن يكون داخلا في إطار أبواب الانفاق للموازنة الاتحادية هذا أمر له أبواب الانفاق الأخرى وربما يتم عبر منظمات دولية أو منظمات إغاثية تابعة لهذه الدول المانحة ولن يكون بكل أحوال ضمن أبواب الانفاق في الموازنة الاتحادية لهذا العام نعم طيب مجلس أنواب صوت هذا اليوم على قرار يدعو فيه مجلس الوزراء لتحديد موعد آخر للانتخابات المحلية كيف تعلق وهل ستحدد الحكومة موعد جديد فعلا هذا الأمر المتروك لمجلس الوزراء لا استطيع أن تحدث بصورة مسبقة على الموضوع سوف يجري استمزاج رأي المفوضية العليا للانتخابات باعتبارها الجهة الفنية القطاعية المشرفة على الاستعداد للانتخابات وإجراءها على المستوى المحلي وبعدها ربما يكون هناك موقف بهذا الصدد نحن سبق أن أرسلنا مقترحا بأن تجرى الانتخابات في ذات اليوم انتخابات مزدوجة، انتخابات محلية وانتخابات نيابية لتقليل نفقات بالنسبة للتكاليف للانتخابات لكن يبدو أن البرلمان الذي وجدت نظر أخرى لكن بكل أحوال موقف الحكومة سوف يتم إعلانه في وقت لاحق بصدد هذا المقترح وبالتأكيد سوف يجري بعد استمزاج رأي المفوضية من بغداد مباشرة كنت معنا الدكتور سعد الحديثي المتحدث بإسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء شكرا جزيلا